تناول أعضاء مجلس الأمة كلمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامية التي عقدت في مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا بالإشادة والتقدير رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أكد أن كلمة سمو الأمير تمثل سقفاً ودليلاً للخطاب السياسي على المستويين البرلماني والشعبي مشيداً بإعلان سمو الأمير استمرار الكويت في جهدها الحثيثة لاستصدار قرار دولي يتعلق بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة النائب فيصل كندري أكد أن سمو الأمير يصنع التاريخ كعادته تجاه كل القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية مشيراً إلى أن سموه دائم سباقاً في دعم القضية الفلسطينية وإدانة الجرام الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني من جانبه قال النائب جمعان الحربش أن كلمة سمو الأمير صادقة وشجاعة في زمن التخاذل المهين الذي يشهده العالم تجاه أولى القبلتين وثالث الحرمين فيما شدد النائب بوليد الطبطباء على أنها تعبر عن ضمير كل مواطن كويتي وعربي ومسلم تجاه الممارسة الإجرامية التي يقوم بها الكيان الصهيوني برعاية من أمريكا ورأى النائب حمدان العازم أن كلمة سمو الأمير أمام القمة الاستثنائية بشان القدس عبرت عن موقف الكويت الثابت من قضيتنا الأساسية وأحرجت المجتمع الدولي الذي يقف عاجزاً عن حل القضية الفلسطينية وقال النائب ثامل السويط أن صاحب السمو الشيخ صباه الأحمد في قمة إسطنبول عبر بخطابه عن مجدان الشعب الكويتي تجاه قضية القدس وأكد للعالم ما هو مؤكد بأن الكويت ستبقى ثابتة في دعم القضية الفلسطينية فحق لسموه الشكر وحق لنا الفخر